موعد مجهزة الأخبار أتحول إلى ستوديو الأخبار مع الزميل عصام الفرام وإليك عصام صباح الخير يا خالد صباح الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان التاسع صباحا تأتيكم من التلفزيون المصرية أهلا بكم أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس تعليق الملاحة بالقناة مؤقتا لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات الحاويات البنمية الجانعة وأوضح محركة الملاحة بالقناة شهدت أول أمس عبور 13 سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقا للتوقعات بانتهاء إجراءات تعويم السفينة إلا أنه مع تواصل أعمال التعويم تم اتباع السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل قرر المجلس الأعلى للإعلان تقديم شكوى جنائية إلى نائب العام ضد أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية أعلام القاهرة بعدما وجه إيهانات بالغة لعدد من الصحفيين والإعلاميين من خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي وطالب المجلس في بيان من سيادة النائب العام اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية مؤسسة كفل لها الدستور حماية حريات الإعلام وأوضح المجلس أنه دائما مع حريات الرأي والتعبير ولكن من غير المقبول السكوط على سب وقذف الإعلام المصري برمته والزملاء وبأسمائهم كما استنكر مجلس نقبة الإعلاميين ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة القاهرة عبر صفحته الرسمية مؤكدا أنه تحدث بكل كذب وتبجح عن الإعلام المصري وأشار المجلس إلى أن ما نشره عضو هيئة التدريس تناول بأسلوب غير لائق ما كان لأستاذ جامعي أن يستخدمه وخلف في ذلك الأساليب النقدية المهنية والعلمية وخرج في حديثه عن حرية التعبير إلى سب وقذف وتشبهات وقال المجلس إنه سيتم اتخذوا كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا الشخص الذي أخطأ وعن عمد في حق الإعلاميين والإعلام المصري أعلن التحالف العربي اعتراد وتدمير عدة طائرات مسيرة ملغومة أطلقت صوب أهداف بالمملكة العربية السعودية وضف التحالف مجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران حاولت استهداف جامعتي نجران وجازان وأرضف أنه ضمر طائرة مسيرة ملغومة استهدفت نجران إضافة إلى ست طائرات مسيرة أخرى ملغومة أطلقتها الجماعة صوب المملكة وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان تعرضت لهجوم بمقذوف نجم عنه نشوب حريق في أحد الخزانات دون سقوط ضحايا وتأتي هذه الهجمات بعد أيام من طرح الرياض لمبادرة جديدة تتضمن وقفا لإطلاق النار في أنحاء اليمن أعلنت وزارة الصحة تسجيل 661 إصابة جديدة بفيروس كرونة و48 حالة وفاة كما أعلنت الوزارة خروج 321 متعافيا من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم للرعاة الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لارتفع جمالي المتعافين من الفيروس إلى 151.765 حالة عبر قادة الاتحاد الأوروبي عن إحباطهم من النقص الهائل في تسليم الشحنات التي تعاقد عليها من لقاح أسترزينيكا المضاد لكوفيد 19 وحضرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندر لاين من أن المفوضية ستحضر صادرات الشركة البريطانية السويدية من اللقاح حتى تقوم بتسليم الاتحاد الأوروبي الشحنات التي وعدته بها في مؤتمر صحفي عقب قمة عبر الفيديو لزعماء الاتحاد الأوروبي طلبت فوندر لاين الشرطة باحترام العقدة الذي أبرمته طلبت الشركة باحترام العقدة الذي أبرمته مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومن بينها 300 مليون جرعة من المقرر تسليمها إلى دول الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية شهر يونيو وتهدف استرازينيكا إلى تسليم 100 مليون فقط من جانب آخر أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تهدف إلى منح 200 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا خلال المئة يوم الأولى من قيادته للبلاد وأوضح الرئيس الأمريكي خلال أول مؤتمر صحفي بعد اعتلائه لرئاسة البلاد مشكلة كورونا هي من أكبر التحديات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية حاليا أعلن رئيس الوزراء الإثيوبية بأحمد أن أريتريا ستسحب قواتها من إقليم تيجري في شمال إثيوبيا جاء هذا الإعلان بعد يوم من وصول أبي أحمد إلى أسمر عاصمة إريتريا للاجتماع مع رئيس أسياسة فورقي كما أنه يأتي بعد إقراره يوم الثلاثاء الماضي بوجود قوات إريتريا في إقليم تيجري لأول مرة منذ العملية العسكرية التي بدأتها ديسة بابا في الإقليم في شهر نوفمبر الماضي أعزاء المشاهدين إلى هنا ينتهي موجز الأخبار شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم وإلى اللقاء